قال الفريق مهاب مميش رئيس وهيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال إن الهدف من الكبار العائمة هو التخفيف عن المواطنين في حركة العبور عبر ضفتي القناة وتوفير فرص الاستثمار في سيناء من خلال زيادة الوسائل التي تربط سيناء بالوادي ودلتا جاء ذلك خلال تفقد الفريق مميش عبور المركبات والمواطنين على كبري الشهيد أحمد منسي والشهيد أبا نوب عبر المجرى الملاحي لقناة السويس حيث أضاف أن إقامة الكبار تم في وقت قياسي وخلال تسعة شهور فقط ويحمل أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية قوية كما سيعمل على زيادة حركة المرور من وإلى سيناء وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون رسوم العبور مناسبة للمواطنين وستكون رسوما منخفضة تفي بمتطلبات الصيانة والتشغيل كما لفت مميش إلى أن تكلفة الكبر الواحد تبلغ 100 مليون جنيه وتم بتصميمات وبتنفيذ وبأياد مصرية بنسبة 100%